جون دون مقطع يا حبيب راح تقوم رابط قناة هذه البنت بالوصف اتمنى من الكل يروح اشترك عليه يا حبيب اول من وصف المقطع اللي هي نزلت الف لايك راح تلكم عالمفاجأة كلش خرافية وكلكم منتظريها فيا حبيب الكل يروح عليها الرابط بالوصف يحط لها زر لايك وينتظر المفاجأة الثانية على قناتي الثانية وهم بعد ما تحطوها اللايك يروح يشوفوا قناتي الثانية نزلت بها مقطع تظروه هناك المفاجأة راح تنزل قريباً الخبر اولي عدنا عن نورستارز ونورمار وهل هم مرتبطوية بعض فهذه اللي شيء طلقت يا حبايب بعد ما نورستار نزلت هذه اللي السوري اللي كانت التعلم من خلاله انه هي مرتبطة يعني عدها حبيب ونورمار يا حبايب تقريباً قبلها بيوم همشه طالعبت بحسابة بالتيك توك وكانت يقول بي واحد يسأله انه هل انت مرتبط فصار يقول انه بالوقت الحالي هو ما يقدر يقول عن هذا الموضوع ولكن يوم السبت راح ينزل المقطع وراح يشوف بها حقيقة هذا هو مرتبط او لا فشوفوا هذه اللقطة يا حبايب ولا الصيادة يقنا بتحبز اكتر انه انه يوم السبت الجاي يمكن فيديو اليوتيوب راح يكون بهال موضوع ويمكن يعني خلاص خلاص في ادرس يوم السبت ديه مبكي ما اقر خاص ولا بتجملي سيري ولا بتغلي فهذه يخلى هواي من المتابعين انه هما يتوقعون النورستار وينورمار هم مرتبطونيا بعض فمادر الصراحة اللي يكتبونها بالكومنتات شانتوا وقعتكم لهذا الموضوع وشوية الخاصة اللي يقولون أنه يمكن قمر مار هذا هو السبب لنخليها منذاقة هذه الفترة وتنزل الستوريات وتقولوني أن نفسيتها تعبانة صراحة ولا حتى أخرجت من البيت وشوية مكتأبة نفسيتي يعني زفت حاجاتكم فمادر الصراحة كتبناها بالكومنتات هل تقوم بها حقيقة أو لا وننتقل حاليا اليار مار وبتلميحها أنه راح تنزل أغنية جديدة وهي صبة اللي هي هذه البنت اللي تطلع ويا أحمد أبو الرب بالأغاني وأحيانا بالمقاطع فنزلت هذا اللي سوري كان تصميم وهي صبة وشاتك أتبع عليه حبيت كتير بدأ قل لكم أنه أنا عم أعمل لكم مفاجأة كبيرة كثير وصبة عم متساعدني فيها فإجاد كونوا جاهزين صراحة حسب ما متوقع أنه بما نصبة مغنية وهي تريسوية أغنية فيمكن بكون المفاجأة بارة عن أغنية فمادر صراحة كتبنا أحباب بالكومنتات حتى توقعون حسب أغنية أو لا وجهين تحمسين لهذه الأغنية وعلى سر الصبة يا حبايب فأحمد أبو الرب رد على موضوع إذا هو يحب الصبة أو لا فبعا من تشرح هذا الفيديو يا حبايب من قلب العرس مال ناجي القاق جمع يا أحمد أبو الرب قاعد يقول الصبة إنه بحبك هي جانا تقول أنا حاية تقول هل ما تعيطي أنا يحب يشوفوا اللقطة فأحمد أبو الرب يا حبايب طلع ورد على حسب التويتر ونزل هذول التغريتين اللي يشاهكات بيهم أبو الغبال اللي قاعد يصير يا جماعة لازم تبطلو تشوفوا أفلام رومانسي كثير ولهو أتوقع إنه قاعد ينفي إنه وكوا علاقة حب بينه وبين الصباح فما أدر صلاح كتبيني يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع وننتقل حاليا لياسو ويسان تيكيت والتقاهم إيا بعض فاليوم يا حبايب نزلوا بنفس الثانية بالضبط هذا الاستوري يا حبايب ركزوا به بتفاصيل المطعم اللي هي قادة بياسو ويسان تيكيتها من تقريبا نزل نفس الستوري بنفس المكان بالضبط فهذي واضح إنه هم ملتقنوا يا بعض وأتوقع إنه قاعدين يجهزون على إنه عودة ياسو الفريق في فانابولي والمتشانو نزلوا على الستوري إنه هم ملتقنوا يا بعض فأتوقع العودة صارت غريبة عليكم كتبون أحباب بالكومنتات هل تفرحاني بهذا الخبر أو زعلانيين بهذا الخبر ووصلوا لحباب نهو صلت المقطعات المقطع جابكم